مواطني شعبنا الأبي داخل وخارج الوطن ثوار ديسمبر المجيدة سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الآن وبتوقيت السودان نتابع بيان السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القيد العام للقوات المسلحة السودانية سعادة الفريق والركن عبدالفتاح البرهان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبسم الوطن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المواطنين الشرفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم تحية عز وشموخ ومهابة مستوحاء من عزة وشموخ شعب السودان في نصف قرن من الزمان وقف العالم سلاسة مرات ليكتب في تاريخه أن الشعب السوداني رفض أن يحكومه فرد أو فئة لا تؤمن بالحرية والسلام والعدالة لذلك عندما هتف شباب ثورة ديسمبر المجيدة بهذه الشعارات واحتشد الآلاف منهم أمام القيادة العامة للقوات المسلحة استجابت القوات المسلحة وعزمت من وقتها العمل على تحقيق حلمهم في بناء الوطن الذي جوهروا هذه الشعارات الحرية والسلام والعدالة للقناعة التامة لأن شباب وأهل السودان يستحقون أن يكون لهم وطن يحلموا بتحقيق هذه الشعارات فيه نؤكد نضيع القوات المسلحة في إكمال التحول الدموقراطي حتى تسليم قيادة الدولة لحقومة ودنية منتخبة يحقق لهم طموحهم في هذه الشعارات بسرعية الفترة الانتقالية الراهنة قامت على أساس مرحلي هو التراضي المتزم بين الشركاء العسكريين والمدنيين للسير في طريقة الانتقال حتى الوصول إلى التفويض الشعبي لموجب انتخابات عامة من خلال الممارسة التي انتدت لأكثر من عامين انقلب التراضي المتزم إلى صراع بين مكونات الشراكة بعد بلادنا ومكوناتها المختلفة إلى انقسامات تنزل بخطر وشيك يهدد أمن الوطن ووحدته وسلامة أرضه وشعبه وأتأكد وشهد بذلك السيد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في مبادراته التي أطلقها في يوليو وأكتوبر من هذا العام مما استوجب على القوات المسلحة نصفتها السلطة المؤسسة لهذه الفترة ومن منطلق مزئولياتها الوطنية في حماية أمن وسلامة البلاد كما ورد في الوسيقى الدستورية للفترة الانتقالية وقانون القوات المسلحة حيث أن ما تمر به بلادنا الآن أصبح مهدد حقيقي وخطر يهدد أحلام الشباب ويبدد أمل الأمة في بناء الوطن الذي بدأت تتشكل معالمه وبدأنا معا نخطو نحو دولة المواطنة والحرية والسلام والعدالة إلا أن نتشاكس بعض القوى السياسية وتكالبها نحو السلطة والاستفافة الجهوي والعنصري والتحريض على الفوضى والعنف دون اهتمام يذكر بالمهددات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي أطبقت على كل مناحي الحياة ومفاصل الدولة كان الإزام العيناء في قوات المسلحة والدعم السريع والأجهزة الأمنية الأخرى أن نستجعر الخطر ونتخذ الخطوات التي تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة حتى بلوغ أهدافة النهائية في الوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة عليه ولتصحيح مسار الثورة تقرر الآتي أولا إعلان حالة الطواري في جميع أنحاء البلاد ثانيا التمسك الكامل والالتزام التام بما ورد في الوسيقى الدستورية الفترة الانتقالية للعام 2019 واتفاق سلام السودان الموقع في جوبا في أكتوبر من العام 2020 ثالثا تعليق العمل بالمواد 11 12 15 16 24 3 71 72 من الوسيقى الدستورية مع الانتزام التام بالاتفاقيات والمواسيق الدولية التي وقعت خلال فترة الحكومة الانتقالية رابعا حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضاوه خامسا حل مجلس الوزراء سادسا إنهاء تكليف ولاة الولايات سابعا إعفاء وكلاء الوزارات سامنا يكلف المدراء العامين في الوزارات والولايات بتسيير دولاب العمل تاسعا وأخيرا تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة منهج عملة وتشكيلة على أن تكون غراراتها نافذة وخاضعة للإجراءات القانونية يستسنى من هذه الإجراءات الالتزامات واستحقاقات سلام السودان الموقع في جوبا في أكتوبر 2020 إننا نؤكد أن هناك مظالم تاريخية لأهلنا في الشرق الحبيب كما في منظم ولايات السودان الكثير من مطلوبات الحرية والسلام والعدالة التي تتطلب مننا جميعا العمل سويا للوصول لعلول دائمة وممكنة تلبي أشواء وطموحات أهلنا وتعالج جزور المشاكل في ربوع بلادنا الحبيبة إننا نؤمن بأن هذه الثورة العظيمة ماضية بعون الله وبإيمان الشباب الذين صنعوها ونؤكد لهم أننا لن نحيد عن الأهداف والمهام المنصوص عليها في المادة 8 للوسيرة الدستورية للفترة الانتقالية فلنعمل جميعا اعتبارا من اليوم وحتى قيام الانتخابات العامة في يوليو من العام 2023 على تحسين معاش الناس وتوفير الأمن والطمانين لهم وتهيئة المناخ والبيئة المناسبة للأحزاب لتعمل من أجل الوصول للموعد المحدد للانتخابات وهي أكثر جاهزية واستعداد لتولي قيادة الدولة ستتولى إدارة شؤون البلاد حتى موعد الانتخابات حكومة من كفاءات وطنية مستغلة يراعى في تشكيل هياكلها التمثيل العادل لكل أهل السودان وأطيافه وفئاته سنحرص على إكمال مطلوبات العدالة والانتقالة من فوضية صناعة الدستور من فوضية الانتخابات مجلس الغضاء العالي المحكمة الدستورية مجلس النيابة قبل نهاية شهر نوفمبر من العام الحالي لذلك سنشرك الشباب والشابات الذين صنعوا هذه السورة في قيام برلمان ثوري يراقب ويقف ويقف على تحقيق أهداف ثورة التي ضحى من أجهة رفاقهم وإخوانهم إننا إذن نرجو من الجميع الالتفاف حول بناء الوطن والعمل والإنتاج فأهلنا وبلادنا يستحقون أن نضحي لأجلهم ونسهر لحمايتهم ونصون كرامتهم ونرعى حقوقهم نؤكد مرة أخرى على التزامنا التام بما ورد بالوسيقى الدستورية ومما تضمنته اتفاقية السلام مع حكات الكفاح المسلح في الجبا وهنا نجدد الدعوة للأخوة الغايد عبدالعزيز الحلو والغايد عبدالواحد محمد نور للانضمام لركب بناء السودان السودان الجديد سودان الحرية والسلام والعدالة سودان لن تفرض عليه مرة أخرى أي حزب أو فئة رؤيتها أو فكرها شكرنا الجزيل لجيران واشقاء السودان وأصدقاه الذين ظلوا على الدوام يقدمون الدعم والمساندة لإنجاح الفترة الانتقالية التحية لكم شعبنا الصابر الصامد وأنتم تبذلون الغالي والنفيس لنأجي رفعة واستغرار هذا الوطن التحية لكم إخوتي منسوبي القوات النظامية وأنتم تحرسون أرض وسماس سودان وتزهرون لحماية شعبه في الحضر والبوادي اللهم أرحم شهداءنا الأبرار وأشفي جرحان الأخيار اللهم أنت القادر لما تريد ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان ذلك بيان السيد الرئيس مجلس السيادة الانتقالي القيد العام للقوات المسلحة السودانية سعادة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان والذي توجه به لجماهير الشعب السوداني داخل وخارج الوطن لأبناء ثورة ديسمبر المجيدة ولكل القوى الحية الثائرة في الشارع السوداني من أجل بناء المستقبل وإكمال الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات فقد حيّ الفريق والركن عبد الفتاح البرهان الشعب السوداني واستعرض تاريخه خلال نصف قرن من الزمان حيث رفض الشعب السوداني حكم الفرد لذلك واستجابة لتطلعات الشعب السوداني استجابت القوات المسلحة لنداء الثوار في ديسمبر ووقفت إلى جانب الشارع السوداني وانحازت لشعارات الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة كما أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القيد العام للقوات المسلحة في بيانه وقوف القوات المسلحة إلى جانب ثورة ديسمبر المجيدة وصولا إلى لحظة الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية كما أشاره إلى مبادرة رئيس الوزراء بعد أن ظهر إلى السطح التشاكس والتنازع بين مكونات الحاضنة السياسية داخل القوى السياسية وكان الاهتمام الكبير بالتخصيص والتحصيص لتقاسم السلطة ولي الفوز بالمكاسب بعيدا عن تطلعات الشارع السوداني والمواطن السوداني من هنا استشعرت القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية الأخرى كما ذكر السيد الرئيس مجلس السيادة القيد العام للقوات المسلحة السودانية في بيانه الخطر الذي يتهدد البلاد وانطلاقا من هذا الموقف التاريخي للقوات المسلحة السودانية كان هذا الموقف الذي أوضحه البيان وجاءت بعض القرارات حيث تم إعلان حالة الطواري في البلاد وتم الإعلان عن التمسك بالوثيقة الدستورية والسلام الذي تم توقيعه في جبا في أكتوبر الماضي كما تم تعليق العمل ببعض المواد الواردة في الوثيقة الدستورية عدا ما يتعلق بالالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية كما تم إعلان حل مجلس السيادة وحل مجلس الوزراء وإنهاء تكليف ولاة الولايات وتم تكليف المدراء العامين بالوزارات الاتحادية والولائية لتسهير دولاب العمل كما تم الإعلان في هذا البيان عن تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تكون إجراءاتها المتخذة متسقة مع الإجراءات القانونية كما نشد الفريق والركن عبد الفتاح البرهان أبناء الشعب السوداني في شرقنا الحبيب للجلوس لوضع حل للمشاكل التي يعترف بها والتي تمس الأمن القومي السوداني كما أعلن الفريق البرهان عن بداية العمل اعتبارا من اليوم للوصول إلى لحظة الانتخابات في يوليو من العام 23 و2000 وخلال هذه الفترة يتم التمسك بمبادئ الثورة والعمل على إحقاق الحق وإعلاي راية الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة ودعا للعمل على تحسين معاش الناس وتهيئة المناخ والبيئة للانتخابات القادمة وهنا أعلن عن حكومة كفاءات يتم تشكيلها لتتولى مهام الفترة الانتقالية وصولا إلى نهايتها بإقامة الانتخابات الحرة والنزيهة وقدم الفريق البرهان الدعوة للقايد عبد العزيز الحلو والقايد عبد الواحد محمد نور بالانضمام لمسيرة السلام ومسيرة الثورة ليعم السلام والاستقرار ربوع البلاد كما شكر جيران السودان وأصدقاء السودان ليقوفهم وتعاونهم مع الحكومة السودانية خلال هذه الفترة لإنجاح الفترة الانتقالية معلنا عن أهمية إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية وتكوين برلمان ثوري يكون حارسا لمسيرة هذه السورة ويعمل مع حكومة الفترة الانتقالية التي سيتم تكوينها باختيار كفاءات قادرة لإكمال برنامج الفترة الانتقالية وصولا إلى لحظة الانتخابات كما حيى الفريق البرهان القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى لوقوفها إلى جانب الشعب السوداني ولدورها التاريخي المشهود خلال هذه الفترة والحرص على حماية السودان ومكتسبات شعبه وأمنه واستقراره وبعد قليل سنقدم إعادة كاملة لبيان السيد الرئيس مجلس السيادة القيد العام للقوات المسلحة السودانية سعادة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان أبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر